بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله جلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 23 كانون الثاني 2024 قرار الموافقة على الاستثناءات الخاصة بإحالة برنامج إدارة وتشغيل المستشفيات الحديثة سعة 492 سريرا عدد ستة في محافظات بابل والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والبصرة وذيقار وميسان بحسب الآتي واحد الاستثناء من قرار مجلس الوزراء المرقم 23 684 لسنة 2023 وفتح اعتماد مستندي غير قابل للنقب بنسبة 95% من قيمة العقد بالدولار لصالح مزود الخدمة بعد توقيع العقد ودفع نسبة 5% المتبقية من رسوم الإدارة بالدينار في حساب مصرفي يختاره مزود الخدمة اثنياً الإعفاء من رسوم إجازة العمل المنصوص عليها في قانون ممارسة المهنة لصيانة الأجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم 18 لسنة 1987 ممارسة الأجانب العمل في العراق ثلاثة اعتماد الغرامات التأخيرية المبينة في العرض المقدم من الشركة المرشحة للإحالة على أساس نسبة مئوية لكل خدمة بدلاً من النص المثبت بموجب أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 أربعة الاستثناء من فتح فروع للشركة داخل العراق عند توقيع العقد على أن تتم استكمال تسجيل الفرع على وفق نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017 ويكون آخر موعد لفتح الفرع واحد آذار 2024 وهو تأريخ مباشرة الشركة بالعمل وبخلافه يتم إلغاء العقد خمسة منح سلفة عشر بالمية من قيمة العقد مقابل خطاب ضمان من مصرف معتمد لدى البنك المركز العراقي يتم استردادها من دفعتي الشهرين الآخرين من العقود استثناء من ضوابط واحد تعليمات لمقدم العطاء في وثائق المناقصة والضوابط الخاص بآلية التعامل مع السلف التشغيلية الصادرة عن وزارة التخطيط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم اثنيا لسنة 2014 ستة إلزام وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية للبرنامج المذكور آنفا على أن تكون مدة العقد سنتين بدءا من تأريخ توقيع العقد قابل للتجديد لمدة سنة واحدة شريطة توافر التخصيص المالي قرار تخصيص وزارة المالية مليار دينار فقط لكل محافظة عدى محافظات إقليم كردستان العراق وبمجموع 15 مليار دينار فقط من احتياط الطوارئ استنادا إلى أحكام المادة ستة من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 و24 و25 للمباشرة بشراء الأسلحة من المواطنين تنفيذا للبرنامج الحكومي والمرحلة الأولى من السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين قرار أقر مجلس الوزراء الموافقة على النتائج المعروضة في جلسة اجتماع المجلس من قبل السيدة وزيرة المالية بشأن موضوع حساب الخزين الموحد والتي تضمنت التالي واحد تشكيل لجان وفق ما مطلوب بقرار مجلس الوزراء المرقم 23452 لسنة 2023 التي لم تشكل لجان لغاية تأريخه مع اتخاذ التوصيات اللازمة إثنياً استمرار عمل اللجان المشكلة في الجهات التي سبق وأن التزمت بقرار مجلس الوزراء آنفاً لدراسة وتحليل الحسابات المصرفية غير المتحركة وإرسال توصيات بشأنها التلاثة التنسيق مع دائرة المحاسبة لمراجعة التوصيات الواردة لوزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما جاء بالقرار أعلى قرار الموافقة على تمويل مبلغ الزيادة بملحق العقد الخاص بتحيئة الملاكات لتشغيل ونقل الخبرة والمعرفة لضمان استدامة وتشغيل مشروع مصفا كربلاء البالغة ميتين واثنين وستين مليار وستمائة مليون دينار استناداً إلى التعليمات رقم أربعة لسنة ألف وتسعمية وتسع وتسعين الصادر من وزارة التخطيط وقرار مجلس الوزراء المرقم 23.713 لسنة 2023 كون الشركة المستفيدة هي شركة عامة تمويل ذاتي على أن يسترد المبلغ الممول من الإيرادات المالية المتحققة للمصفى المذكور آنفاً خارج حصة الخزينة وفق جدول زمني للتزديد لا يقل عن 50 مليار دينار في السنة اعتباراً من هذا العام قرار الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء المرقم 23.680 لسنة 2023 بشأن تعاقد وزارة الزراعة مع شركة باور النمساوية لتصبح كالآتي تخويل السيد وزير الزراعة صلاحية التعاقد مع شركة باور النمساوية بمبلغ 300 مليون يورو بعد عكسه بالدولار وتحويله على سعر الصرف 1300 دينار حسب تعليمات تنفيذ الموازنة وبحسب محظر اجتماع الفريق التفاوضي وتتحمل وزارة الزراعة صحة الإجراءات التعاقدية وسلامتها استثناءاً من الفقر أولاً من قرار وجلس الوزراء المرقم 90 لسنة 2009 قرار اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 24-2026 لسنة 2024 بحسب الآتي واحد تمديد فترة توقيع العقد لمدة 15 يوماً بشأن مشروع مجار الوحدة في محافظة بغداد والموافقة على تجزئة مبلغ خطاب الضمان على أن تكون الشركات المتحالفة متضامنة بالدين والالتزامات المترتبة عليها اثنياً قبول صك مصدق بدلاً من خطاب الضمان على أن يقدم خطاب الضمان خلال ستة أشهر من تأريخ تحرير الصك لكون القيمة القانونية للصك المصدق تبقى نافذة ستة أشهر من تأريخ إصداره وفي حالة عدم إصدار خطاب الضمان يتم سحب مبلغ الصك وإيداعه في حساب الأمانات خلال مدة نفاذية الصك بالنسبة للشركة المنفذة لمجار سبع البور قرار الموافقة على ما يأتي إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية المرقم 23.034 لسنة 2023 بحسب ما يأتي تتولى بلدية الناصرية الإعلان عن بيع قطع الأراضي المخدومة وعددها 1200 قطع في قضاء الناصرية المبينة في كتاب محافظة الذيقار في عشرة شرين الأول 2023 من خلال مشروعات صندوق إعمار ذيقار وبيعها بالمزايدة العلنية على أن تتولى بلدية الناصرية دفع كلف الخدمات إلى الصندوق المذكور آنفا مقابل الخدمات والبنى التحتية التي أنشأها وتقيد المبالغ التي يتم استفاؤها عن بيع العقارات لدى الجهة المالكة على أن يتم استقطاع مبلغ كلفة الخدمات للأحياء المخدومة لصالح صندوق إعمار ذيقار لقاء الخدمات المقدمة من قبلهم على شكل أمانات قرار الموافقة على ما يأتي واحد زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة إنشاء جسر شمال الناصرية ومقترباته المرحلة الثانية أحد مكونات مشروع إنشاء جسر شمال الناصرية ومقترباته المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة دائرة الطرق والجسور لتصبح 23.1 بالعشرة بعد التقريب بدلاً من 10% لتنفيذ أمري غيار رقم خمسة الخاص بفرق سعر الصرف الدينار مقابل الدولار عن الأعمال غير المنجزة والذي تم تدقيقه من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وأمر غيار رقم ستة عن الأعمال الإضافية اثنياً زيادة الكلفة الكلية للمشروع المشار إليه في الفقرة واحد المذكور آنفاً لتصبح 60 مليار 670 مليون 14985 دينار بدلاً عن 56 مليار 826 مليون دينار بنسبة زيادة 6.76% على الكلفة المعدلة الثلاثة زيادة نسبة الاحتياط لمشروع إنشاء تقاطع الإسكان المجسر محافظة ذيقار المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مديرية البلديات العامة لتصبح 19.8% بدلاً من 10% أربعة زيادة الكلفة الكلية للمشروع لتصبح 65 مليار 581 مليون 83419 دينار بدلاً من 60 مليار 309 مليون دينار بنسبة زيادة 8.17% على الكلفة المعدلة خمسة تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مسؤولية دقة الكشوفات وتسعير الفقرات الواردة ضمن أمر غيار رقم أربعة للمشروع قرار الموافقة على اعتماد آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 24 ألف وسبعة لسنة 2024 المقدمة من وزارة الهجرة والمهجرين دائرة شؤون الفروع وتكليف الوزارات والجهات الحكومية كافة والمنظمات الدولية العاملة في العراق بأخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بحسب الآتي واحد تخصيص مبلغ أربع ملايين دينار لكل عائلة عائدة من النزوح مسجلة في قاعدة بيانات وزارة الهجرة والمهجرين من الساكنين في مخيمات النازحين حصراً في إقليم كردستان تشجيعاً لهم على العودة الطوعية للخروج من المخيمات والعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو أي منطقة أخرى يختارها النازحين بعد صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 24007 لسنة 2024 اثنياً إطلاق برنامج عمل بين وزارتين نقل والهجرة والمهجرين خاص بتشغيل العاطلين العائدين من النزوح الساكنين في مخيمات إقليم كردستان بعد صدور قرار مجلس الوزراء 24007 ورفع الصيغة النهائية لتفاصيل البرنامج من ممثل وزارة النقل في اللجنة العليا لتنفيذ هذا المشروع من وزارة النقل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ثلاثة إلزام وزارة التربية بتخصيص نسبة من تعينات العقود المزمع إطلاقها في الوقت الحالي بما يعادل 2% من كل عنوان وظيفي في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار تخصص العائدين من النزوح في مخيمات الإقليم بعد صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 24007 مساواتا بما تم منحه من نسبة تعينات للأقليات لدعم عودة النازحين الساكنين في المخيمات أربعة تكليف وزارة الهجرة والمهجرين بتزويد قيادة العمليات المشتركة قائمة بأسماء القاطنين في مخيمات النزوح في إقليم كردستان على أن تقوم القيادة والأجهزة الأمنية كافة بإكمال عمليات التدقيق الأمني لمدة أقصاها شهر واحد فقط تمهيدا لإكمال إجراءات العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية أو إلى المناطق الأخرى وغلق ملف النازحين في 30 تموز بدلا من 30 حزيران 2024 خمسة إرسال توصية إلى مجلس القضاء الأعلى للتنسيق مع المحاكم والجهات القضائية في إقليم كردستان لغرض تزويدهم ببيانات النازحين الساكنين في مخيمات الإقليم من الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية لغرض بيان الرأي القانوني بشأنهم ستة الإعاز إلى صندوق إعادة إعمار سنجار وسهل نينوة وصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة لبناء قطعتي الأرض في قضاء سنجار وقضاء الموصل كدور واطئة الكلفة للعائدين حصرا من النازحين الساكنين في المخيمات والتي تم استحصال الموافقات المطلوبة لها من السيد محافظ نينوة سبعة الإعاز إلى صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة بتخصيص نسبة من ميزانيته إلى قضاء سنجار كونه من المناطق المنكوبة علما إن المبلغ المخصص له ضمن إعادة إعمار سنجار وسهل نينوة لا يكفي لإعادة إعمار القضاء للأضرار الكبيرة التي لحقت به ثمانية تفعيل اللجان الفرعية المؤلفة في المحافظات للتنسيق مع وجهاء العشائر ورؤساء الإدارات المحلية في المحافظات لحل المشاكل العشائرية والاجتماعية في مناطق النازحين لتسهيل مهمة عودة العوائل النازحة في مخيمات إقليم كردستان إلى تلك المناطق تسعة تكليف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشمول العائدين من النزوح في مخيمات إقليم كردستان بعد صدور قرار مجلس الوزراء أربعة وعشرين ألف وسبعة ببرامج راتب إعانة الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ للمعاقين والقروض الميسرة للعاطدين بدون فوائد استثناء من الضوابط المعمول بها في الوزارة عشرة توجيه الوزارات والمؤسسات الخدمية كافة لفتح مكاتب أو ممثليات أو فروع لها في منطقة السنجار لتوفير الخدمات اللازمة والضرورية إلى أهالي القضاء وحسب اختصاص كل وزارة أو مؤسسة 11- إلزام وزارة المالية إطلاق التعويضات للدور المهدمة في المحافظات للنازحين الساكنين حصراً في مخيمات إقليم كردستان وخصوصاً في قضاء سنجار لتشجيعهم على العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو أي منطقة أخرى 12- إلزام كافة الوزارات والمحافظات كافة بتخصيص نسبة 2% من التعيينات بصفة عقد دائم أو مؤقت الواردة في الموازنة الثلاثية 13- للعائدين من النزوح من مخيمات إقليم كردستان بعد صدور قرار مجلس الوزراء 24 ألف وسبعة 14- مساواتاً للفئات الحشة الأخرى لتشجيعهم لترك المخيمات والعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو أي منطقة أخرى 13- تكليف وزارة الهجرة والمهجرين بإجراء التغطية الإعلامية في مخيمات النازحين في إقليم كردستان وأشعارهم بقرار مجلس الوزراء 24 ألف وسبعة 14- الخاص بغلق المخيمات بأنه قرار نافذ وملزم لتشجيعهم على العودة الطوعية خلال المدة المحددة 14- توجيه اللجان المختصة والمؤلفة في وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الداخلية للإسراع بحسب موضوع منح الوثائق والمستمسكات الثبوتية لفاقديها من النازحين القاطنين في المخيمات 15- شمول العوائل النازحة والمنشطرة الساكنة في المخيمات بالمنحة المالية المخصصة للعائدين والبالغ أربع ملايين دينار بحسب الآتي 16- بودرة منفردة أي تصرف بشكل صك يسلم إلى المواطن أسوب الآلية المتبعة من وزارة الهجرة والمهجرين مع العائدين من الخارج لتقليل حلقات الروتين 17- ولتمكين الوزارة من تنفيذ مهامها لإنجاز عملية غلق المخيمات بشكل نهائي خلال السقف الزمني المحدد لذلك شكرا